اهلا بكم من جديد افتتح دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء مؤتمر سمارت سيك لأمن المعلومات والذي تنظمه جمعية البحرين لشركات التقنية بحضور عدد كبير من الأساء الشركات والمنظمات المتخصصة في أمن المعلومات ومشاركة أكثر من 200 مشارك من البحرين وخارجها المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي في طور التقدم التكنولوجي نحن في حاجة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات والمخاطر الإلكترونية لدى الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء ليستل استتار عن مؤتمر سمارت سيك الذي يهدف إلى مواكبة أحدث معطيات أمن المعلومات والحفاظ على ريادة مملكة البحرين في هذا المجال إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في البحرين لذلك يجب على جميع الدول الآن والمؤسسات أخذ الاحتياطات اللازمة والتأقلم مع آخر المستجدات في هذا المجال لأن هذا المجال يحدث فيه تغيير يوم عن يوم مثلاً آخر الإحصائيات تبين أن في الولايات المتحدة الشركات تحملت كلفة 654 مليار مم مليون مليار دولار في عام 2018 بسبب الاختراقات الإلكترونية فالمبالغ التي يمكن أن تخسرها المؤسسات والشركات كبيرة جداً ومملكة البحرين سباقة في هذا المجال وعطت أهمية كبرى لأمن المعلومات لمملكة البحرين جهود واضحة في إعطاء أمن المعلومات أهمية كبيرة ويتجلى ذلك واضحاً من خلال اللجنة العلية لتقنية المعلومات والاتصالات التي يترأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حيث اتخذت هيئة الحكومة الإلكترونية العديد من المبادرات وأقامت ورش العمل والاجتماعات على مدار العام لضمان معالجة تجارب الحياة الواقعية في أمن المعلومات والتي تهدف إلى زيادة المعرفة بالمخاطر والوقاية منها وطريقة التعمل الأفضل معها نحن كجمعية أهميتنا تنبع من أن نتابع حركة واتجاهات صناعة تقنية المعلومات ونتلمس أهم عنصر فيها ونحاول أن نخلق جو من التوعية لدى الأطراف الثلاث ذات العلاقة أول عنصر نهمنا أن هيئة والمواطن ثاني عنصر هي الشركات التي تزود الجهات سواء الرسمية أو غير الرسمية بما يكفل أمن المعلومات والثالث طبعا يهمنا جدا الجهات الحكومية خلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كشفت مؤخرا بأنه منذ فبراير من العام الماضي أحبطت الحكومة أكثر من خمسة ملايين فيروس ومليونين وسبع مائة ألف رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب بها إلى جانب أكثر من خمسين مليون محاولة خرق للبيانات إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين عقد مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم اجتماع مجلس إدارته الخامس لهذا العام وقرر المجلس بالإجماع الموافقة على اقتراح رئيس مجلس إدارة الجمعية بتشكيل أول لجنة لدعم سيدات ورائلات الأعمال تحت مضلة الجمعية باسم لجنة تمكين المرأة وقد تم اختيار الأستاذ هدى القلاف لرئاسة اللجنة بناء على تشاور أعضائها مع رئيس الجمعية وقال رئيس الجمعية أن أب أحمد صباح السلوم أن القرار يأتي ضمن جهود الجمعية لرعاية المرأة البحرينية على المستوى الاقتصادي والتجاري وتوفير كافة سبل مساعدتها لتأسيس مشروعها الخاص والانطلاق بنجاح في عالم الأعمال والاستثمار وأن نتابع الآن سعر صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخارجية والعالمية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة وستوى 1543 نقطة وذلك عالي ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة مليونين و751 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 628 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على سمقطاع البنوك التجارية وننتقل إلى بقية البورصات الخارجية والبداية مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة تقارب 16 النقطة المئوية مقفلة عند مستوى 7900 و24 نقطة بتأثير من انخفاض أغلبية المؤشرات مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.14% مقفلة عند مستوى 6560 نقطة حيث شهد قطاع السلع السلاكي ارتفاعا في نهاية التداولات اليوم سوق بوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة قارب 1% مقفلة عند مستوى 5155 نقاط وسط تراجع لمؤشر قطاع العقارات وأيضا البنوك التجارية أما السوق الأمراتي الأخرى دبي أقفلت على تراجع بنسبة 0.46% وأقفلت عند مستوى 2876 نقطة مع هبوط قطاع العقارات بشكل رئيسي أخيرا سوق العاصمة العمانية أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.35% مقفلة عند مستوى 4016 نقطة مع تقدم أغلب مؤشرات البورصة العمانية حينت شركة أرامكو عملاقة النفط السعودي الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومية ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارتها وجاء تعيين الرميان خلفا لخالد الفالح الذي يشغل حاليا منصب وزير طاقة السعودي في خطوة تسبق طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وهنأ الوزير خالد الفالح على حسابه في تويتر الرميان بمناسبة تعينه رئيسا لمجلس إدارة أرامكو السعودية مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام توقعت شركة أسنفي جلوبل نمو اقتصادي إمارة دبي بنسبة 2.4% هذا العام وهو ما يأتي أفضل من العام الماضي وتأتي توقعات الشركة بدعم من تحسن نشاط الاقتصادي المتعلق بمعرض أكسبو 2020 الذي ستستضيفه دبي نهاية العام المقبل ويرى محللو IHS ماركت أن أصحاب الأعمال ينظرون بشكل إيجابي إلى نشاط الأعمال في العام المقبل وذلك بعد أن تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لها إلى 51.6 في أغسطس الماضي مقابل 55 نقطة عن الفترة نفسها في العام السابق قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة وأضاف الحريري أن سياسة الإبقى على استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي ستكون مستمرة وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا تفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة موضحا أن هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل الرئيس التنفيذي لدوشا بنك يستثمر 15% من راتبه الشهري في أسهم المصرف لا يزال الاقتصاد التركي يعاني من الانكماش ليسجل بذلك تراجعا للفصل الثالث على التوالي وذلك على وقع ارتفاع تضخم وتدهور العملة المحلية وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري مما يعزز الشكوك بشأن تعافيه لأسيما بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي بات موقع العاصمة البريطانية لندن مهددا بجدية بفعل البريكزيت بسبب التأثر من خسائر 10% من سوق التأمين وإعادة التأمين العالمي فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتوقع انتقال أعمال في قطاع التأمين بقيمة 75 مليار دولار من لندن إلى مراكز مالية أخرى في أوروبا مهما كانت شروط الخروج وسواء حصل باتفاق أو من دون اتفاق ويعتبر سبب الخسارة البريطانية تعليمات من هيئة التأمين والمعاشات الأوروبية بأن تتزم جميع الشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها بنقل بوليصة التأمين لعملائها الأوروبيين إلى شركات تابعة داخل الاتحاد الأوروبي أعلنت الصين أنها قدمت شكوى إلى منظمة تجارة العالمية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة جديدا دخلت حيز التنفيذ على واردات بقيمة مليارات الدولارات من المنتجات الصينية وأفادت وزارة التجارة بأن الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة وأنها ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة عملا بقواعد منظمة تجارة العالمية ويعتبر البعض أن الرسومة الجمركية الجديدة تعتبر تصميما من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتزاع اتفاق تجاري من بكين ونترككم الآن مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط المعادة الرئيسية وفي الخبر الأخير يعتزم الرئيس التنفيذي لدوشابان كريستان سيونغ استثمار 15% من صافي راتبه الشهري في أسهم المصرف بدءا من استثمار بلغ أكثر من 24 ألف دولار في أواخر أغسطس الماضي وأطلق سيونغ أكبر إصلاح شامل لدوشابانك في وقت سابق من هذا العام بعد فشل محاولات أسلافه في تحويل المصرف العالمي لتحقيق الربحية ويدفع المصرف لرئيس التنفيذي راتبا يبلغ 3.4 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى العلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر